اشتركوا في القناة ونعظم المظائق ما يكون يوم القيامة يوم الاهوال يوم الحساب والجزاء فمن اتقى الله انجاه الله يوم القيامة من اهوال ذلك اليوم وجعله من اهل السعادة الفائزين بدار الكرامة وقال سبحانه ولن يتق الله يجعل له من امره يسرى فبين جل وعلا ان التقوى وسيلة لتنسير الامور والخروج من المظائق في الدنيا والاخرة مع الرزق من حيث الله يحتسم يلقوا في الدنيا ويلقوا في الاخرة واعلم الرزق في الاخرة الحوز بجنة والنجاة من النقر وقال سبحانه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا فاذا فاز المتقي من خروج من المظائق والرزق بحيث لا يحتسم وتنسير الامور وتكفير السيئات ويعظام الاجر فما لا بقي قد حصل له كل خير ومن اعظام الاجر بخل وجنة والنجاة من النار